اربع موبايلات في الفئة المتوسطة لعليا لها فئة من اربعتاشر لحد فئة سبعتاشر الف جنيه في السوق المصري. الاربع موبايلات دول من وجهة نظري انت مش هتلاقي افضل منهم. اكتر اربع موبايلات كمان بيبيعوا بناء على اني نزلت سألته ودورته وبحثت لقيت ان الموبايلات ده فعلا عليها مباعات قوية جدا. قبل ما اقول لك اي حاجة اكيد ما تنساش لايكك اكرايق سبسكرايبك وفعل لك جرس شاني وصل لك من الدم كل جديد. عايز الفيديو دقيقة اعدي ربعمية لايخ لها ربعة وعشرين ساعة. خلال علي الليفل شوية. واكيد في الفيديوهات الجاية بفي خمسونوت وستموت لايك لسه انا جاي لك انا اصبر عليا. خلينا نكش في تباصل الفيديو. اهلا وسهلا بكم انا محمد ودي قناة وحابب اقول لك ان الوضع السنة دي متغير كده والاول مرة في كل فيديو لموبايلات بعد كتير تلاقي سامسونج وغدالها مركزين تلاتة كده وهنا برضو في الفيديو سامسونج في موبايلين منها وغدين مركز في المبيعات او في موبايلين منها في الفيديو المتوسطة اللي اتنين بيبيعوا كتير وموبايل من فيفو وموبايل من شركة ريلمي. وخلا نبدأ بموبايلين سامسونج في الاول ونبدأ باول واحد اللي انا شايفه من وجه نظري اكتر موبايل متكامل من سامسونج يعني ايه متكامل يعني ما هواش افضل كاميرات بس في نفس الوقت هو بيدي لك كاميرا كويسة بيدي لك اداء كويس وبيدي لك شاشة وبيدي لك يعني من الاخر بيدي لك توليفة على بعضها ايه تلاتة وسبعين من وجهة نظري كتوليفة على بعضها الموبايل ده ما يتقررش تاني من سامسونج يعني هنا انت معاك تصميم يعتبر كويس اللي هو تصميم بتاع السنة اللي فاتت من البولي كربونايت شاشة اموليد ممتازة ستة وسبعة من عشرة انش شاشة دي مية وعشرين هرتز فول اتشت بلاس سطوعة يعتبر ممتاز جدا تحت اشعة الشمس مش هتواجه اي مشاكل تماما اما بالنسبة للاداء فالموبايل ده متوحش اقوى موبايل من سامسونج في الاداء حاليا الموجود في الفق المتوسطة سنب درجون سبعة سبعة تمانية ومعاك تمانية مية تمانية وعشرين ومعاك نسخة تمانية متين ستة وخمسين ولكن خليك في تمانية مية تمانية وعشرين بالنسبة لي يعتبر سعرها كويس حاليا في حدود خمستاشر الف جنيه تجربة كاميرات لا تقل ابهارا عن الشاشة وعن الاداء لان الموبايل هنا بيقدم كاميرا اساسية وكاميرا التروايد وكاميرا امامية والموبايل ده من افضل تجارب الكاميرات كان افضل موبايل بيقدم تجربة تصوير من سامسونج الى ان سامسونج نزلت الايه اربعة وخمسين وساعتها ده الموبايل الوحيد اللي قدر يعلي الايه تلاتة وسبعين اما غير كده الموبايل ده تجربة كاميرات افضل ما يكون اداء افضل ما يكون توليفة محترمة جدا من سامسونج زائد كمان السماعات الاستيريوم قومت غباره مية بطارية خمس تلاف ميلا امبير تكمل معاك اليوم ولكن عيوب الموبايل ده انه لا يدعم مدخل تلاتة ونص ميلي وان الشاحن بتاعه بطيء جدا خمس تشروات واخره خمسة وعشرين وهتضطر تشتري الشاحن منفصل ودي عادة سامسونج عامة اما بقى لو انت عايز افضل تجربة كاميرات من سامسونج ومش فرق معك خالص اداء الالعاب عايز موبايل قوي برضه ولكن في الاداء اليومي يجي دور تاني موبايل في المباعات من سام وخمسين على عكس ما انا كنت متوقع للموبايل ده انه مش هيبيع كتير لأ الموبايل مقدم مباعات مبهرة الموبايل ده من اكتر موبايلات سامسونج اللي بتدعي في السوق الموبايل ده نسخ منه كتير يتبعت بقى قليل جدا حاليا في السوق وبيقدموا قيمة هايلة مقابل السعر وخصوصا تجربة الكاميرات اللي فيه ناس كتير تقريبا راح تشترط الموبايل ده عشان التصميم والكاميرات من وجهة نظري الى حاجات اللي خلت المستخدم في مصر يروح يشتري الموبايل د ده بقى بالتحديد اولا التصميم الموبايل تصميمه من الازاز فخم جدا وكل حاجة ولكن فريمه من البلاستيك بس كظهر من الازاز حاجة كويسة جدا وكمان التصميم شيء جدا اشيك من ال اي تلاتة وسبعين زائد كمان الموبايل احدث احدث حاجة من سامسونج فالفاق المتوسطة فدي جزبت ناس كتير تلات نقطة بالنسبة للشاشة الموبايل ده شاشته اموليد مية وعشرين هرتز بتيجي مع هول بانش وحفة سفلية هي اكبر شوية من اللي موجودة في ال اي تلاتة و سبعين ولكن الشاشة اسطع شاشة ال اي اربعة وخمسين بتوصل لالف نتس على عكس الشاشة بتاعت ال اي تلاتة وسبعين اللي كانت اخرها تمنمية نتس حاجة كمان حبيب اقولها الاداء ولكن مش اداء الالعاب تماما الموبايل ده ممتاز جدا في الاداء اليومي افضل تجربة ممكن تاخدها من سامسونج المعالجة الف تلاتمائة وتمانين مع سوفت وير سامسونج عمل خلطة ممتازة نفس الاداء تقريبا اللي موجود في ال اي تلاتة وسبعين وبيقدم كل حاجة زي ما ال اي تلاتة و من وجه نظري اي تجربة الالعاب هنا هتلاقيني مع تجربة الالعاب بميل للاي تلاتة وسبعين على حساب الاربعة وخمسين وده منطقي جدا سناب درجون سبعة سبعة تمانية في الفئة المتوسطة الصراحة ملوش منافس غير معالج واحد موجود في موبايل من فيفو محاها ما باعتها نجيله دلوقتي ونيجي بالاقوى النطة شايف ان انا كمستخدم ممكن نتنازل على ال اي تلاتة وسبعين وارح للاي اربعة وخمسين فيها وهي تجربة الكاميرات وخصوصا بقى الكاميرا الاساس الخلفية الموبايل ده مش طبيعي افضل تجربة كاميرات ممكن تاخدها من سامسونج في الفئة المتوسطة مش بس كده هو من افضل تجربة الكاميرات اللي ممكن تاخدها من اي شركة اساسا في الفئة المتوسطة ملوش غير منافس واحد بس من شركة فيفو وهو الفيفو في سبعة وعشرين غير كده الموبايل ده ليس له منافس في تجربة الكاميرات ومن وجهة نظري دي الحاجات اللي خلت المستخدم يروح للاي اي اربعة وخمسين وفي الاول وفي الاخر هي وجهات نظر انت ممكن تيميل للاي تلاتة و 50 اكتر في الاول وفي الاخر اقدر اقولك ان الموبايلين دول من افضل موبايلات سامسونج في الفاقة المتوسطة ولو اشتريت اي موبايل مش هتحس تماما انك ندمان غير ممكن مع ال 54 لو انت جي مرة هتحس انك ندمان اكيد فعلا ننتقل بقى لشركة فيفو واتكلم عن موبايل ممتاز جدا وعمل مبيعات خرافية من شركة فيفو والاول مرة بشوفه في الفاقة المتوسطة وهو الفيفو V27 اولا التصميم اشيك موبايل ممكن تشوفه في الفاقة المتوسطة بلا منازع مع خامات من الازاز وفريم محترم جدا من المعدن موبايل قوي موبايل ممتاز خامات صناعة وشكل تصميم مش مؤثر معاك تماما كشياكة وكخامات صناعة تاني نقطة الشاشة الموبايل ده شاشة ريئة قوية جدا عن شاشة كيرفد اموليد 120 هرتز فول HD بلاس 6 و7 من 10 انش اول بانش حفة سفلية اصغر ما يكون من اصغر حواف الموبايلات الموجودة في فئة السعرية زائد كمان تالت نقطة بقى بتكمل كل ده المعالج دايمنستي 7000 ومتين معالج قوي جدا في الاداء اليومي معالج ممتاز في اداء الالعاب يمكن سوفتوير فيبو مش افضل حاجة ولكن بصراحة تجربة الالعاب على الموبايل ده ممتازة من اقوى الموبايلات اللي بتقدم تجربة الالعاب في فئة 15-16-17000 جنيه موبايل ممتازة فتولفت التصميم مع خامات الصناعة مع الشاشة مع المعالج كل الحاجات دي من ضمن حاجات قوية جدا خلت الموبايل ده يبيع ونيجي الاهم نقطة في الموبايل ده رفعته قوي 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 وهي تجربة الكاميرات لأول مرة شركة سامسونج في الفئة المتوسطة لها منافس ومنافس قوي جدا يقدر ينافس تقدر تعتبره انه توقم الـ A54 في تجربة الكاميرات موبايل رهيب موبايل بيقدم تجربة كاميرات ممتازة كاميرا اساسية وكاميرا الترويد والكاميرا الامامية اكتر موبايل ممكن اقول لك روح اشتريه لو انت بتدور على تجربة الكاميرات ومش عايز سامسونج هنا بقى معاك اللي مش موجود في سامسونج يعني لو سامسونج بتقدم لك دعم وقاموض غبار ومية بتقدم لك سماعات استيريو فيبو على العكس ما فيه سماعات استيريو ما فيش دعم وقاموض غبار ومية ولكن فيه بطارية ممتازر بعد 1600 ميلا امبير والاهم انك معاك شاحن ساروخي مش هتلاقيه تماما موجودة عند سامسونج وموجود مع الموبايل في العلبة فده من وجهة نظري الحاجات الرئيسية اللي خلت الفيبو في سبعة وعشرين من ضمن الموبايلات القوية اللي بعت في السوق ومن ضمن الموبايلات القليلة جدا حاليا من كتر من الموبايل ده كان عليه طلب بطريقة بشعة الموبايل ده حاليا في السوق المصري قليل اوي 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 مش عايز سامسونج وعايز اقوى صفقة بعد سامسونج هو الفيبو في سبعة وعشرين ونيجي بقى الاخر موبايل معنا في الفيديو وهو اقوى ثالث صفقة في الفئة المتوسطة بعيدة عن سامسونج وفيفو لو انت ما بتحبهمش يبقى ريلمي مع ريلمي تين برو بلاس افضل موبايل من وجهة نظري في مشاهدة المحتوى وده لان الموبايل ده بيقدم شاشة اموليد كيرفيد ستة وسبعة من عشرة انش سطوعها ممتاز مع مية وعشرين هرتز ولكن بقى هنا بيقدم لك السماعات الاستيريو الموبايل الوحيد اللي معك شاشة مجبوبة على الاطراف كيرفيد ممتازة في المشاهدة المحتوى وكمان معك السماعات الاستيريو فانت واخد مشاهدة محتوى كاملة زياد كمان انك معك اداء قوي جدا في الاداء اليومي واداء الالعاب وكمان سوفتوير سالس ومستقر يمكن يكون مستقر كمان اكتر من سوفتوير بيبو انا حاليا تلت سوفتويرات او تلت وجهات عمتا بفضلها سامسونج اوبو ريلمي اكتر تلت وجهات مستقرة اكتر تلت وجهات التعامل معها وترتاح نفسيا زياد كمان ان عايز اقول لك ان الموبايل ده بيقدم لك تجربة كاميرات ممتازة بالنسبة لكاميرا الاساسية وكمان الكاميرا الالتراويد يعني لو مش هنقول سامسونج ومش هنقول فيفو يجي على طول الريلمي بعد كده شاحل خمسة وستين واحد بطارية ممتازة تكمل معاك اليوم فالموبايل لمم كل حاجة يمكن اللي ناقص الموبايل ده مدخل ثلاثة ونص ميلي هو ده الحاجة اللي ناقصها وان تجربة الكاميرات تكون في مستوى اي اربعة وخمسين والفيو في سبعة وعشرين ولكنها مش بعيدة عنهم تماما دي من وجهة نظري الحاجات اللي خلت الموبايل ده يبيع زائد كمان ان الموبايل ده ارخص من الفيفو وارخص من سامسونج مع اكيد الشاشة الكيرفيد فانا شايف من وجهة نظري ان لو مستخدم راح يشتري الريلمي هيشتريها عشان اكتر حاجة الشاشة الكيرفيد مع عداء الالعاب مع السماعات الاستيريو توليفة مش موجودة في اي موبايل موجود في السوق المصري ده بالنسبة لي افضل واقوى اربعة موبايلات نوجي تشتريهم في السوق المصري سواء جبت الي تلاتة وسبعين سواء جبت الاربعة وخمسين سواء جبت الفيفو سواء جبت الريلمي من الاخر كده هتحس انك واخد قيمة عالية جدا مقابل السعر ومش هتندم انك اشتريت اي موبايل من الاربعة موبايلات دول وكلا عادة اكيد انتظرني فيديو جديد سلام